هابدى معاكو تريند أفريقيا بقضية دايما كنا بنشتعل على تريند أفريقيا بموضعات مهمة وحاسمة واجواء جميلة في أبيجان ولكن للأسف على هامش هذه البطولة يمكن معظم المشاكل والأزمات خارجة من معسقر المنتخب الوطني ربنا يوفق اللعيبة النهاردة في أداء هذه المباراة والانتصار والثلاث نقاط للإستمرارية في منافسات كأس الأمم من المكسب النهاردة يضمن لك المركز التاني والوصف وأنا مش فارق معايا أول من تاني على فكرة مش قصة مش مهمة المهمة بس المنتخب يكمل واللعيبة النهاردة عندها تحدي مهم جدا وأنا أواصق وأنا باتكلم معاكم مش بقول وجهة ناظر بقول لكم علومة اللعيبة اللي هتلعب النهاردة سواء اللي هيلعب أو اللي هتدك عنده تحدي وتحدي كبير والتحدي هنا نابع من فكرة أن فيه لعيبة لعبة في المنتخب في سنوات قبل كده كتعرفة أن اسمه منتخب مصر واللعيبة هتلعب على الجزئيات دي على فكرة لأن اللعيبة عندها تحدي زي ملاعبة الشوت التاني في مباراة غينة هتلعب بنفس المعنى النهاردة في مباراة الرأس الأهدر تكون أو لا تكون من الآخر ومش محتاجين نحمسهم ولا نحفزهم وما نتكلمش في موضوعات تانية عشان ما نشغلهمش لا اللعيبة عارفة النهاردة مطلوب منها إيه والاجتماعات اللي تم تنبارح والنهاردة من الستة وعشرين لعب مع بعض معروفة قال فيها إيه اللعيبة عارفة النهاردة الدولي المرتوب من نهاية ولكن أنا هتكلم في نقطة تانية لأن النقطة دي أنا بتكلم فيها بقالي فترة طويلة وكنا بنتكلم فيها على استحياء لأن للأسف كانت بتطلع بعض الأبواق والأصوات الأخرى تقولك أصلي هو مش بيلعب في الأهلي فالموضوع دخلوه في قصة أهلي وزمالك وأساطير وحاجات تانية للأسف ما كناش بنحب نخش فيها لأن البعض كان واخدها في سكة ما كانش صح ولكن اللي حصل مش من محمد صلاح اللي حصل من المدرب يرجون كلوب ضرب كرسي في الكلوب في المنظومة القرى المصرية كلها ليه؟ لأنه ضرب كرسي في الكلوب ويثبت أن المنظومة دي شغالة غلط المنظومة دي من دي وان مش في البطولة من ساعة ما تعينت أو من ساعة ما تم انتخابها أو من ساعة ما تم تشكيلها بتشتغل غلط اتحاد الكورة لا بيدير ولا عنده إدارة منتخب ولا فيه مدير فني ولا فيه مشرف عام ولا فيه أي مسئولية على أي شخص بيمثل مصر في هذه المنظومة لأن من البداية القصة شغالة غلط مش هتكلم على شق الإصابة شق الإصابة ليه تفاصيل تانية مش هتكلم فيها دلوقتي خلي الأيام تثبت للناس تفاصيل الإصابة لأن الحقيقة الغاية دلوقتي ما تقلتش للناس تبقى للي اتبعت من الموقع الرسمي لاتحاد الكورة وأنا من أول يوم والله حتى زملائي في الاعداد عارفيني الكلام ده وقلتوا للناس ما فيش إصابة بتتشخص ويطلع أن فيه لعيب هيغيب مباراتين احنا تعلمنا في المجال ده من زمان الدكتور لما بيطلع يقول في إصابة أسبوع عشر تيام شهر لكن مباراتين انت بتلعبش دوري انت بتلعب بطولة إفريقية ممكن تبقى مباراة وتخرج يبقى فين المباراتين ما فيش حاجة اسمها نهائي وقابل نهائي كلام ده مش حقيقي ولكن الحقيقة اللي تتقال إيه بعيدا بقى عن موضوع الإصابة اللي ده شقة تانية هيجي وقته بعدين لكن الموضوع الأساسي اللي بتكلم عليه اللي أنا عايز أتكلم عليه إيه أين إدارة المنتخب؟ أين المدير الفني للمنتخب؟ أين رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ أين المشرفة مع المنتخب؟ أين رئيس البعثة؟ منتخب مصر واتحاد الكورة يعمل بدون رئيس يعمل بدون أي شخص يفهم معطيات الكورة بشكل عام في معسكرات زي اللي فيها دلوقتي منتخبنا الوطني على فكرة صفر محمد صلاح لليفربول جاء بناء على طلبه جاء بناء على طلبه لو ليفربول طلب صلاح أنه يرجع واللاعب رفض إلا بقى يستمر مع المنتخب لأن أنت دلوقتي حالياً في الأجندة الدولية الأجندة الدولية معناها إيه؟ أن القرار فيها قرار الاتحاد وقرار المنتخب مش قرار لاعب ولا قرار النادي الإنجليزي ومش هدي أمثلة الناس من المبارح بتضرب الأمثلة وإحنا عارفين الأمثلة بس تسألني هل ده مفاجئ؟ أقول لك لا مش مفاجئ ومتوقع وعارف إنه ممكن يحصل في أي وقت وكويس إنه حصل دلوقتي عشان المنتخب ده ترجع له هبته من تاني والمنتخب ده الناس تعرف إمته من تاني المنتخب ده لما نجح كان اسمه منتخب مصر نجح بوجود عمل جماعي من أول رئيس الاتحاد أو الجهاز الفني أو اللاعبين وكان ساعتها فيه نجوم قد النجوم اللي موجودة دلوقتي مئة مرة أنا مش هتكلم على الجيل التسعينات واللي يجيلي لعب كاس عالم في إيطاليا واللي يجيلي اللي خاد كاس أمم في بوركينافاس واللي الجيل العظيم اللي حقق تلتة كاس أمم وكان فيه قيادات بجد جوه الملعب وبرى الملعب والأمثلة كتير والحكايات والروايات كتير لكن اللي حصل ده أنا شايفه ربا ضرة نافعة لمستقبل منتخب مصر عشان الإعلام الرياضي لما يناقش مشكلة زي دي خصلت قبل كده ودي مش أول مرة عد عليه حيات كتير معنى أن المعسكر يبدأ يوم السبت كل اللعيبة تنضم للمعسكر السبت ما فيش حاجة اسمها لعيب ينضم يوم الاثنين معنى أن فيه حفل رعاية للمنتخب كل اللعيبة موجودة بما فيهم كابتن المنتخب ما فيش حد في منتخب مصر اسمه أعلى من اسم حد اسمك أعلى برة لكن لما بتيجي تلعب في منتخب مصر وبترتدي تي شيرت منتخب مصر زيك زي أي لعيب الناس لازم توصل الرسالة دي للسبع وعشرين لعب بما فيهم صلاح فكرة الاستثناءات هي اللي وصلت المنتخب للمرحلة اللي انتوا شايفينها هي اللي وصلت الجيل اللي موجود حاليا للشكل اللي انتوا شفتوه قبل الشوت التاني في مباراة غنى عشان كده اللي حصل ده أنا شايفه ربا ضرته النافعة ويرجن كلوب بالفعل ضرب كرس في الكلوب في المنظومة عشان يكشفها مش أقول للإعلام الرياضي يكشفها للجماهير لأن الجماهير القرى المصري هي أكتر عنصر في المنظومة بتتكلم لمصلحة المنتخب والمصلحة البلد دون أي انتماءات ودون أي اعتبارات لكن اللي وصلنا لكده للأسف كان جزء جبير جدا من الإعلام الرياضي قبل المسؤولين اللي موجودين دلوقتي على الكراسي ما هو